السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين مرحبا بكم وتتبعي إبداع تطريز مع مريم نتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا سأكون بأحسن الأحوال وبصحة جيدة نرحب دائما بالمشتركات لي الله ضم القناة ديالي ولي ما زال ما شاركت في القناة تشترك في القناة باش دائما يوصلها جديد فيديوهاتي في مجال تطريز أيضا كما كتشوفو هات الترزا هاتي إن شاء الله غادي نتلقا الرشمة واضحة في الأخير ديال الفيديو هنا خدمنا الوردة هنا خدمت عفوا عن الترزا خدمتها بسقل دهبي وسقل بيض يعني دمج هاتي الجيد الأنواع ديال السقليات يعني كيعطيه واحدة الجاملية للترزا خاصة هاتي الرشمة هاتي كتجي نسطوق في ديال الجلابة خاصة الجلابة هاتي ديال الحضور كتترز بالسقلي هنا خدمت الوردة كيما شفتو النص عمرتو بالخطفاء والنص الأخر خليتو عادي وغادي نختم هاتي غتشوفو الطريقة باش غادي نختم هاتي العليفات هادو إذن هاتي هم اللي كيعطيولينا واحدة الجاملية يعني هاتي الطريقة اللي كيعطينا واحدة الجاملية للترزا والتغيير بغض النظر على الترز ديال الكمبيوتر بالنسبة للبنات اللي كيسيفطولي الرشيم ديال الكمبيوتر باش نزله تطبيق نعني كان نعتاضر منكم أنا أولا الرشيم ديال الكمبيوتر هو صعيب يتنزله التطبيق ما كيجيش هو هادك فيه تفاصيل كتير وفيه ألوان كتير أنا ما أحتفل خدمة ما كان قبلوش ما كان نشدوش نهائيا باش نخدمو هادو الرسومات أنا كان أخدم بهم تيعجبوا الكليان ديالي والناس اللي كانت تعامل معهم الحمد لله هادو الرسومات رسمتهم بيدي يا أنا يعني ما شير شي مزيتوا من شي بلصة يعني هادا رسم أنا كان وجده بيدي وكان شاركه معكم وكان نزله معكم وفي نفس الوقت أنا أخدمه به إذا أنا غادي تشوفوا هادو واخدمناهم بالعليفات خلينا عليفات عمرين وعليفات خويين اشتركوا في القناة بالنسبة لهاد الخناجر هادا غادي يجي شوية اه او غادي يجي صعيب المبتديئات اه اللي جاها صعيب تخدموه بطريقة اللي كنت نزيت لكم طريقة ديال التعمار يعني هذا التعمار بالضربة اللي كتكون رقيقة يعني من غير ما تدروا هاد العريش هادا يعني دائما نكونوا دكيات مع الخدمة ديالنا يعني بالنسبة للعريش او اللي غادي يجينا صعيب نقلبو لي على الطريقة اللي باش قادي نخدموها نخدموها يكون تكون خدمة نقية وفي نفس الوقت تعطي جمالية للرشماء اشتركوا في القناة أنا غادي نختم بسقل بيض يعني غا تشوفوا دائما الأحجام ديال العليفات ما هناك يجي تنسيق ديال الرشماء باش يجينا باش تجينا الرشماء ديالنا يعني تعطي جمالية اكتر وغادي نكمل الخارج ديال اللي بردة غادي نكمله بسقل بيض هدورة نختموهم عليفات تيكونوا صغير وبرين ما تيكونوش كبار بزاف يعني هالتفاصيل كتحافظ لنا على الجمالية ديال الرشماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا احنا عمرت نقص العليفات عمرت هم بسقلة بيض هادوcieck النهائي ديال الطرزة ديالنا يعني ه душوا الجماليةittiالها كانتمنى كلنا تنالاعجاب ديالكو وورشتركوا في اخر الفيديو İnشاءالله هذه هي الرشمة ديالنا خدمتها في ورقة ديالك روات باش تعرفوا رسلتها على ورقة مسترى باش يبين لكم الحجم ديالها بالضبط لنا لقاء في فيديو آخر ان شاء الله شكرا لكم